بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنا قد تعرفنا في درس سابق على الصحابية الجليلة صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وسننتقل الآن إلى الدرس الثاني والعشرون لنتعرف على الصحابية الجليلة عائشة أم المؤمنين بداية اختص الله سبحانه وتعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة عظيمة ومنزلة رفيعة قال الله تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء انتقين وقد ميز الله سبحانه وتعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات للمؤمنين في المحبة والإكرام والإحترام وهذه الميزة لجميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم سنتعرف في هذا الدرس على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اسمها هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها في مكة المكرمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأما إسلامها فنشأت في كنف أبوين مسلمين فأبوها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال وأمها هي أم رومان بنت عامر صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وثالث من تزوج من النساء وأما صفاتها فاتصفت رضي الله عنها بالذكاء والفطنة والزهد والورع والكرم ورجاحة العقل وغير ذلك من الصفات الحسنة وأما وفاتها فتوفيت رضي الله عنها وأرضاها سن سبع وخمسين للهجرة في المدينة المنورة ودفنت في مقبرة البقيع وكان عمرها ست وستون عاما زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة خطب الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في مكة المكرمة قبل الهجرة بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وتزوجها عندما هاجر إلى المدينة المنورة ونذكر هنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت من أحب الزوجات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أولا لفضلها ثانيا لمكانة أبيها عند النبي صلى الله عليه وسلم فوالدها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به من الرجال وهو الذي صدقه في حادثة الإسراء والمعراج ومما يدل على مكانة عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عمر بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى قلبك فقال عائشة فقال ومن الرجال قال أبوها فقال ثم من قال عمر ومما يدل أيضا على مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن زوجاته بأن يمرض في بيت عائشة عندما مرض في المرض الذي توفاه الله تعالى به ومن أسباب محبة رسول الله لعائشة رضي الله عنها أيضا أنه تزوجها بكرا فلم يسبق لها بالزواج من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا لصغر سنها فقد كانت أصغر نساء النبي صلى الله عليه وسلم في العمر أفكر على ما يدل استئذان النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أن يمرض في بيت عائشة يدل على محبته له وعدله في التعامل مع زوجاته مواقف من حياة الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسنذكر هنا ثلاث مواقف علمها كرمها وزهدها وإيثارها وتقديرها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص علمها اتصفت السيدة عائشة رضي الله عنها كما ذكرنا سابقا بالفطنة والذكاء ورجاحة العقل وغيرها من الصفات الحمفيدة فقد حفظت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من العلم وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون لها في أمور الدين وكانت من أكثر الصحابة الذين رووا أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنها عرفت رضي الله عنها بالكثير من العلوم كالطب والأنثاب والشعر كرمها وزهدها اتصفت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالإضافة إلى صفة الفطنة والذكاء ورجاحة العقل بالكرم والزهد ومن ذلك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعث لها بمائة ألف درهم فوزعتها وفرقتها على الناس ونسيت نفسها وكانت حينئذ صائمة حتى قالت مولاة لها يا أم المؤمنين لو اشتريت لنا بدرهم لحمة فقالت لو ذكرتني لفعلت وذلك يدل على تقديم السيدة عائشة للمساعدة للفقراء والمحتاجين وإيثارهم على نفسها إيثارها وتقديرها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أذنت رضي الله عنها وأرضاها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يدفن بجانب صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وذلك حينما طلب منها ذلك وهو على فراش الموت فقالت أستنتج درسا واحدا استفدته من كل موقف من المواقف الثلاثة السابقة الموقف الأول الإهتمام بالعلم الموقف الثاني تقديم المساعدة للمحتاجين الموقف الثالث تعلم خلق الإيثار أختبر معلوماتي صفحة 92 السؤال الأول أكمل العبارات الآتية ألف عائشة هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم با من صفات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذكاء والفطنة الزهد الوراء جيم من العلوم التي عرفت بها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه الطب الأنساب الشعر السؤال الثاني أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي ألف ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها في مكة المكرمة بعد بعثة النبي صحيحة با تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المدينة المنورة صحيحة جيم لم تأذن أم المؤمنين رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يدفن مع صاحبيه خطأ ترجمة نانسي قنقر